اشتركوا في القناة وهذا الشيء يسعدني ويشرفني اهلا فيكم جميعا خلونا نشوف الداخلين معانا ونرحب فيهم جميعا مروة حياك يا مروة حميد اهلا وسهلا مساء النور اخوي علاوي يا مرحبا طيب حدث اليوم يخب الارمي كويس انك اليوم جيتي وعليكم السلام زهراوة عليكم السلام سيهام يا مرحبا حياك الله زينب يا مرحبا حنين بالجيلان لا تستعجلون يا مرحبا منورين يا بوجودكم البث بيكون حلو ان شاء الله بوجودكم اصدقائنا الغالين اه موجود تأخرت عليكم كويس انه صار في بث الليلة يا والله كويس من كثر الاشغال في المزرعة كثير الاعمال في المزرعة وراح نتكلم بالموضوع هذا الليلة معاكم ان شاء الله متابعنا الكرام لكن لا تنسون اول دخولكم الان معنا نرحب فيكم كذلك ترحيبكم لنا اللايك لا تنسون اللايك اضغطوا على اللايك معتز اه منصري يا مرحب فيك البث متوقف يا معقولة شباب علمونا البث متوقف ولا ايش ما يصير ما يصير البث متوقف خلوني اتأكد البث اوكي يا معتز اوكي كل حاجة اوكي كيف متوقف في شي غريب في البث يا جماعة علمونا انا بديت بعد بعد التوقيت بدقيقتين او في الدقائق يعني متأخر عليكم بس نادا ما هي موجودة فما في غرامة ما نيخايف من الغرامات اوكي يا رنة حياك الله يا نرى مرحب فيك اهلا وسهلا نورتينا صديقتنا رنة صاحبة القناة الجميلة تمنى لها ان شاء الله التوفيق باذن الله حياك يا علي عواض يقول اول مرة يدخل لايف اه تبعي فوزك كلكم بتفزون ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الليلة بيكون في فائزين كثير عندنا متابعين الكرام في عندنا جوائز اتمنى ان شاء الله ما يكون في لخبطة مثل ما انتم عارفين البث الماضي صار فيه لخبطة من بعض اه يعني من احد الاصدقاء اللي كانوا معانا كنا نوزع له وللأسف بقى بالمتجر وما طلعوا هذا الشيء ما هو حلو وله شيء جميل وهذا الشيء راح يكون ضده يعني اه ما راح نثق فيه مرة ثانية لو دخل معانا كذلك اه ما راح نعطيه فرصة للفوز انا عملت له اساسا عملت له حضر فنتمنى ما يتكرر من احد ثاني دعوة ما فيها طمع بالجوائز او تستلم جائستك وتبقى متواجد داخل المتجر خلص جائستك قلنا لك خلاص يكفي احنا خدمناك بعيوننا الثنتين وعطيناك جوائز مجانية بدون شيء اطلع من المتجر وخل الفرصة تبقى لاصحابنا الاخرين هم اللي يستفيدون هذا اللي ودي والله اوصله يعني كمعلومة للجميع وودي الجميع كذلك يتعاونون معانا بسرعة الاستلام والتسليم اللي نعلن اساميهم على طول يجون ويدخلون يقبلون ويرسلون طلبهم وبعدها يبتدون يستلمون جوائزهم من المتجر وبسرعة واتمنى ان شاء الله ما يكون في عندنا ناس يلخبطونا ويسببون لنا توقف مثل البث الماضي بسبب واحد من اصحابنا للأسف توقف البث او توقف مش البث توقف تسليم الجوائز بسببه وحرم عدد من اصحابنا ما عطيناهم جوائز للأسف نقول يعني كان شيء ما هو حلو زهراء حياك يا زهراء سهام بنعطيك يا سهام ابشري خلاص انتي اول وحدة الان خلاص يا سهام ما تزعلين انتي اول وحدة احنا توقفنا ذاك اليوم نعم توقفنا بسبب احد اللي دخل معانا وليخبط علينا شغلنا ريفي وعليكم السلام يا مرحبا كويس ان اليوم ارمي جت البث الماضي كنا نسأل عنها نقول وينها لها كم يوم ما جت ريفي ريفي انت اليوم اول يوم اصبر علينا حبيبي في جماعة يعني من البث الماضي ما استلموا وردة يا مرحب يا وردة اهلا وسهلا فيك ما ادري والله حنين لسه ما جت ونادى تقريبا ما هي متوقعة ان اليوم بيكون فيه بث فمعلش بوجودكم الامور كلها تكون حلوة وجميلة متابعين الكرام خلونا نبتدي فقراتنا اول شي عندنا احنا اليوم اربع احداث يعني حدثين اليوم ابتدوا حدث يومي وهو المعتاد في البلدة بيكون ضعف الاموال اللي يبي يستفيد ضعف الاموال اه يكون هو اشتغل عليه على طلبات زوار البلدة حتى يستفيد بزيادة رصيد الاموال عنده هذا واحد وكلنا عارفين وامر سهل اما الحدث الثاني وهو الحدث الاهم من جميع الاحداث الثلاثة المتبقية اللي موجودة عندنا حدث طلبات هدايا القارب وحدث كذلك اللي موجود عندنا بآلة تغليف الهدايا اللي مستمرين لهم فترة وعندنا حدث الجديد وهو المهم وهو حدث عطلة الشتاء حدث عطلة الشتاء راح يستمر معنا مدة 12 يوم لازم تستفيدون منا الحدث مثل طريقة المهرجانات يبتدي بخط سير نقاط يبتدي من الصفر وهذا راح ينتهي بال15 ألف نقطة خلال المسير هذا راح تحصل على جوائز وراح تحصل على بعض الأشياء المهمة مثل الزينات المخصصة للحدث هذا اللي هو عطلة الشتاء زينات ما تجي إلا في المرحلة هذه وفي الوقت هذا قبل ما نبتدي خلل نشوف أخبار أصحابنا عندهم شيء ولا ما عندهم آر آر مرحبا عليكم السلام فارس عليكم السلام مروة والله يا مروة قلبي يتقطع على وضعك لأن مشكلتك التأخرين كثير آه قريق صاير كريم تقول رناء صحيح صدقتي شهود يا مرحب عليكم السلام أهلا يا شاهد حياكم الله جميعا آم ما حد اليومين هذه ما في أحد يقول لنا أنه عنده إنجازات عبر مستويات ويفرحنا أكثر طبعا زيارات المزارع راح نخليها في نهاية البن أرجو من الجميع ما يقول لي في إحنا نشتغل آم جولتنا يقول يقول لي زور مزرعتي الآن ما في زيارة المزارع الآن مزارع الأصدقاء نزور المزارع الأصدقاء لما ننتهي ونكون في نهاية البث نحاول قدر المستطاع نقد معاكم نسولف معاكم نشوف إنجازاتكم ونشوف مزارعكم الجميلة والحلوة والتصاميم اللي موجودة عندكم حنين وصلت تقريبا مساء النور يا حنين حياك الله ما جبتي معاك ندى يا حنين حنين الليلة شكلها ما تدري الندى ندى شكلها الليلة ما تدري طيب أوكي يعني هو الحدث جدا جميل وخلونا ندخل الآن موضوع الحدث على طول لوحة الأحداث مثل ما أنتوا شايفينها ما صارت من أول أن أربع أحداث في وقت واحد نترك الحدثين اللي إحنا عارفين هم ولكن في شي مهم حدث قوارب هدايا رأس السنة سينتهي غدا صباحا يعني غدا صباحا ما راح يكون فيه تسليم هدايا اللي ننتجها من وين من آلة تغليف الهدايا لكن هل سيتم استحداث أو تجديد تسليم الهدايا عن طريق القارب أو عن طريق شي ثاني ما ندري ممكن غدا لما ينتهي هذا الحدث يبتدي حدث آخر وراح نتعرف عليه حدث مثل ما قلنا لكم الأموال ضعف الأموال في البلدة هذا معروف لكن هذا حدثنا اللي هو حدث عطلة الشتاء هي مهام تجي وبهذا الشكل متابعيننا الكرام وكلكم عارفين هو توقع عارفين الطرق وعارفين كيف تأخذون المهام وعارفين كيف تنهون المهام وعارفين كيف تسيرون فيه لكن اليوم أنا نزلت فيديو بهذا الخصوص وشرحت بعض الأشياء المهمة لكن الشي المهم في المهرجان هذا أو في الحدث هذا هي نبتة البهشية إنها متواجدة من ضمن الجوائز وعلى خط السير لهذا الحدث يعني ابتدت من مئة نبتة وتتصاعد حتى نهاية يعني حتى ما قبل نهاية الحدث راح تصل نبتة البهشية بالأرقام عندما نصل إلى النقاط اثناش الف وخمسمائة راح نحصل على ألف وستمائة نبتة بهشية في هذا المهرجان وإنتوا عارفين نبتة البهشية أهميتها باستبدال جوائز والكثير من الأشياء اللي موجودة في الكتالوج أتمنى الجميع إن شاء الله يكون يعني عليهم الأمر سهل بإدارة مهام المهرجان هذا اللي إحنا نشوفه مثل ما أنتم شايفينه كل يوم تخلص مهام راح تتجدد لك لكن لا تأخذ مهمة حتى تتأكد إنها جاهزة عندك جاهز لكل مهمة جاهز الآلات شغل الآلات بوريكم الآن عندي الآن كعكة الأنناس جاهزة وش راح أسوي المطلوب علي ثلاثة راح يعطيني مية وخمسين نقطة مدتها أربع ساعات فقط نتأكد من الوقت لكل مهمة حتى ما نتأخر لا تأخذ المهمة وبعدين تروح للآلة تبتدي تصنع وبعدها يضيع الوقت عليك تنساها تنتهي المهمة بيكون في حذ بيكون في مشكلة عندك بيكون في عندك نقص بالنقاط الآن إحنا كعكة الأنناس جاهزة راح نعملها اختيار ليش؟ أساسا هي جاهزة هم ثلاثة نعم ثلاثة أوكي خلص الآن نروح نطالب بايش؟ نطالب بالجائزة طلع عنا إيش؟ طلعت إنها مهمة أخرى وبالطريقة هذه إحنا نقدر نخلص المهام وراح تكون النقاط اللي نكتسبها بتخليص المهام راح خط السير نمشي فيه لاستلام جوائز ولإستلام في لا تنسون هناك فيه قطع ثلاث قطع لغز وفيه عندنا خمس قسائم للكتكوت جدا مهمة وفيه زينات موجودة مثل ما قلنا لكم موجود هناك نبتة البهشية تبتدي تتصعد بالعدد كلما يعني تقدمنا إلى الأمام عندنا كذلك عشر مجوهرات قبل نهاية مسير هذا المهرجان بإذن الله أتمنى التوفيق للجميع متابعنا الكرام واحرصوا على كل الأحداث اللي موجودة واستفيدوا منها وأتمنى إن شاء الله الجميع راح يحصل على أشياء كثيرة وقيمة وجميلة آية جت حياك يا آية يا مرحبا ش مشكلتك يا آية عندك مشكلة عندها مشكلة خلل أو كذا طيب متابعنا الكرام لا تستعجلون بالخروج من البث حتى يعني تستفيدون من الجوائز إن شاء الله إذا كانت اليوم الأمور عندنا حلوة وجميلة ونقدر نوزع إلى أكبر عدد ممكن وتمنى ما يجينا أحد كذلك لخبطنا ويشغلنا بكثرة أسئلته وتكرار الكلام عندنا حنين هي اللي تشرف على المحادثات البث أتمنى الجميع يتعاون معها ونتعاون مع بعضنا بعض وكلنا أخوان وأخوات جايين نقضي وقت ونستانس ونستفيد جوائز جنات يا مرحبا يا جنات اسم جديد مرحب فيك طيب نروح إلى وين نروح أما طلبات الشاحنة عندنا طبعا طلبات الشاحنة وطلبات القارب والبلدة بنروح نشوفهم لكن قبل قبل لا نبتدي في تحديثات انزلت اليومين اللي فاتت من المطور أو من الشركة التحديثات هذه أصلحت مشاكل مروا فيها مزارع بعض أصدقائنا كان في بعض أصدقائنا مرت عندهم مشاكل توقفت عندهم مزارعهم صار عندهم خلل صارت عندهم ربكة في مزرعتهم ما يقدرون ندخلون ما يقدرون كذا ولكن بسبب التحديث الشتاء الماضي وبعدها جاء تحديث اليومين هذه الماضية وتم إصلاح كل المشاكل اللي مرت على بعض حسابات المزارع اللي أصابها بعض الخلل الحمد لله بشركم يوم عن يوم أسمع أخبار من أصحابنا بأن المشاكل اللي مرت المزارعهم أنها الحمد لله انتهت مع التحديث اللي تم على تعديل تحديث الشتاء طيب خلونا نبتدي من القارب علشان ناخذ من القارب جوائز عندنا القارب طلبات يا جماعة عندنا رمان يحتاج رمان ميتين وخمسة وعشرين ميتين وخمسة وعشرين هذه تقريبا تسعمية نعم تسعمية اكس بي وعندنا دونت محشوة اربعمية اكس بي حلو اربع صناديق من الف وميتين وعندنا تسعمية بيكون الفين ومية وعندنا اربعمية وتسعة ثمانين يعني نقول الفين وخمسمية اكس بي للقارب نحسبها انا بالنسبة لي احسب كل اكس بي موجود عندي في المزرعة ودي استفيد منه ما ودي يضيع طبعا ننتظر الحدث الكبير يوم الاحد القادم لا تنسونا الاحد ثلاث اضعاف نقاط اكس بي للشاحنة اتمنى الجميع ان شاء الله راح يستفيد يلا نمشي القارب ونستفيد من كل نقاط الاكس بي اللي حصلنا عليها من هذا القارب وبنعرف وش اللي راح يجينا القارب الاخر وش راح يطلب من هدية نشوف نتأكد هدية مستديرة كم عندي عندي اثنين وعندي فطيرة السمك زيرو وعندي فشار حار عندي ستة وخمسين طيب نجهز الهدية او ممكن تكون عندي بالآل اه موجودة 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 بالآلة جاهزة طيب نروح ننتقل الى وين ننتقل الى طلبات الشاحنة ودي الليلة نبتدي معاكم توزيع كذلك جوائز من بدري ودي الجميع يستفيد وودي الجميع يفرحون واتمنى يكون فيه تعاون ما يكون فيه تأخيرات عندنا ها يا رنا عندك لما تنتقلين من مزرعة الى مزرعة خلنا نشوف نستفيد من اختنا رنا بي بي تو سلام عليكم عليكم السلام حياك يا جنات يا مرحب فيك اهلا وسهلا نعم والله شفت اسمك اليوم جديد اه متابعيني اعرفهم اه جميع المتابعين اعرفهم وخلوني اعطيكم اه فقط معلومة صغيرة المتابعين اللي يقولون انا اتابعك من زمان ولكن ما يعلق ما اعرفه نعم انا اقول شاكر لك متابعتك وما قصرت سواء انتي ولا هو ما قصرته لكن اذا ما علقت كيف اعرفك ما اعرفك انا اعرف متابعيني بتعليقاتهم الكل احفظ اساميهم او احفظ اسامي حساباتهم من يعلق ما انساه من لا يعلق اكيد ما اعرفه مليون في المية حتى لو قال لي الان انا اتابعكم من زمان وكون شاكر له لو تعلق معلش راح نعرفك في عندنا بعض اصحابنا اللي لهم تقريبا من عمر القناة وهم مستمرين على التعليق اي فيديو اي لعبة اي شيء يعلقون ما يقصرون طبعا ما نقول هم متميزين عنكم ولكن التعليق احيانا يميزك عند صاحب القناة لما تعلق تكون انت ميزت نفسك عن غيرك واتمنى الجميع ينتبهون للشيء هذا وما هم مفروض عليهم اجباري انهم يعلقون ولا هم مفروض عليهم اجباري حتى يحطون لايك ولكن انا اطلب من عندكم دعم ومساعدة وانا دايما ممنون لكم واشكر لكم لطفكم اشكر لكم تعاونكم اشكر لكم حضوركم اشكر لكم متابعتكم المتميزة والجميلة يلا يا آية لا يكون عندك مساعدة آية ما تروح تشوف القارب اذا صارت في البث واذا صار عندها نقص قالت تعال حاضري من عيون اثنتين شهودة 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 يا شهود انت موجودة بالبث ما لسلام بل كي انت تعرفين ترجعين المزارع قلت له هذا والله ما فهمت عليك طيب طيب يعطيكم العافية شاكرين لكم والله اليوم ما قاعد يعني الحق على ما شاء الله على المحادثات ما اني ملحق يا جماعة اعذروني لو كنت ما رديت على احد سأل ولا قال ولا علق وما رديت عليه فاعذروني ليس عدم انتباه او اهمال لتعليقاتكم بالعكس تعليقاتكم جدا مهمة على العين راسي ولكن لسرعة لسرعة ما شاء الله المحادثات ما اني ملحق اشتركوا معنا متابعيننا الكرام كذلك اللي شاهدونا كذلك اشتركوا معنا وشجعوا من تعرفونا للاشتراك معنا في القناة ونرحب فيهم اصدقائهم ونقول حياهم الله جميعا مرحبا يا جابر شوفوا جابر دخل وانا ما دريت وين جابر يا جماعة وين تعليق جابر والله ما شفته يعذرنا يعذرنا ابو حسن يعذرنا حياك الله يا جابر انا ما شفت له تعليق احد المتابعات الان ترحب فاوصيكم متابعين الكرام لو تشاركون احد بعد كذلك بعض الفيديوهات الخاصة بالقناة اذا هيتعجبكم مع اصدقائكم اتمنى دعم ودي نوصل ان شاء الله في فترة وجيزة الى خمسالاف مشترك وانتو مثل ما تعرفون انا ما يهمني يعني الا اني احاول اقدم لكم اللي يرضيكم ما تهمني الارقام يهمني وجود الاشخاص اللي يستحقون وما اقدم لهم انتو تستحقون اني اقدم لكم اللي اقدر عليه واتمنى اللي قاعدين نقدم لكم يعجبكم ويحوز على رضاكم دائما احنا في نهاية سنة طبعا ونقول ان شاء الله السنة القادمة تكون حلوة وجميلة على في تاريخ القناة يكون لها ان شاء الله نجاحات وبوجودكم احنا ننجح و طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى احمد عوض احمد عوض ان شاء الله يا اخي ابشر ابشر ما ادري نادي جات ولا لا شكلها ما تدري خلاص ما عندها علم من قلنا قلنا سهام الاولى بتكون بعد من عندنا ارمي اليوم جاية بدري ارمي ثلاثة راح الرشح راح الرشح راح الرشح خلوكم مستعدين فيه ترشيح كثير هذا محمد عوض احمد عوض احمد عوض كم مستوى مزرعتك احمد عوض كم مستوى مزرعتك طيبة وين طيبة طيبة ما شفناها نعم مثل ما قاعدة تسأل اه احنا نسأل بعد البث الماضي كنا نسأل وين ارمي وين طيبة اليوم ارمي موجودة فارمي هي لا راح تعطينا الاخبار مين هذي بي 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 ما انا عارف ايش بي بي مين مين هذي علمونا خلونا نعرفها مين عرفي عن نفسك ما عرفناك خلاص انت الاولى يا سهام والله انت طيبة اليوم يا طيبة شفيك يا طيبة كل مرة تغيرينا الاسامي كل مرة تغير اسم طيبة يا جماعة وش رايكم فيها كم كم مستوى يا احمد عوض كم مستوى مزرعتك ما تثبت طيبة على اسمها ما انا عارف والله ايش بشكلته طيبة اثبتي على اسمك يا طيبة احمد عوض ما ردد ثلاثين اوكي احمد عوض مستوى مزرعتك ثلاثين يعني معناته نعطيك بعض المنتجات وبعض الادوات خليك انت الثالث طيبة بي بي طيبة انت الرابعة يلا خلينا نحجز لكم جاهزوا جاهزوا الحضاير جاهزوها خلوا الحضاير فاضي بكيفك تغيرينا ولا ما تغيري خلاص سجلناك انت الرابعة طيب بتابعنا الكرام احنا مشينا الكثير من طلبات الشاحنة وشكلها ما راح توقف احنا على موعد ان شاء الله باذن الله في فترة القادمة بيكون فيه مستويات وطلوع مستويات ان شاء الله باذن الله قبل ما نمر على طلبات البلدة واصحاب البلدة نحب تذكركم انه ما جي البناءة باقي لها ثلاثة عشر ساعة وثلاثين دقيقة يعني غدا صباحا ما جيتها تغادر فاللي عنده يعني حب بانه يبني التصميم الجديد لمبنى المزرعة والسيارة والمتجر فيلحق الليلة حتى غدا صباحا بدري قبل ما ما جيت غادر ويمكن يعود التصميم او يمكن ما يعود ما ندري عنها والله خلاص يا علي عوض ولا احمد عوض انت وش اسمك لا احنا لخبطنا في علي و احمد في واحد عندنا اسمه احمد احمد عوض وفي عندنا م اتش دي ما نعارف عندك ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ما نجاية الآن يا شهود قلت لكم خلوا المساهمات بعدين علشان نخلص شغلنا يا شهد مش معقولة بجي أترك عندنا فقرات ونجي عندك أصبري شوي أبو أمير مين أبو أمير ما عرفناك يا أبو أمير حياك يا أبو أمير أهلا وسهلا فيك آه يا مجيد عرف بنفسي قل أنا مجيد ليش أنت غيرت اسمك بعد يعني لخبطتنا يا شهد وبعدين معاك شهد خلينا نرتاح بدون بدون مساهمات خلينا نوزع اللي عندنا والله ما أدري عنها هذي كيف بسرعة 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 عشان ما نتوقف يلا يلا يستفيدون المتابعين خلاص أبو أمير ما عرفناك صراحة مين خلينا نعرفك علي عوض أول مرة أدخل بثك حياك يا علي عوض احنا في عندنا أحمد عوض وفي علي عوض ما نعارف والله في لخبطة أبو أمير مستوى مزرعتك كم خلاص يا شهود شكلها خلاص يلا ما قصرت شكرا لك عطيتنا شغلة حلوة وجميلة طيب متابعين للكرام نروح لين نروح البلدة طبعا البلدة في مهمة عندي في مهمة عندي في البلدة وإن شاء الله يعني يكونون جماعتنا جاهزين يلا هذا صندوق الغموض جهزنا خيمة البر حطيناها على الشاطي هنا ما في شي عندي صراحة مهام البلدة في ديزاين جديد للبلدة وتغيرات حلوة وجميلة للبلدة اليوم مناسبة عطلة الشتاء غيرنا شوي وعملنا الديزاين هذا اللي أنتوا تشوفونا تمنى إن شاء الله يحوز على رضاكم تمنى يعجبكم كذلك متابعين الكرام أهلا يا ندا مرحبا سجاد العبودي يا مرحبا يا سجاد أهلا وسهلا فيك يعني أحمد عوض وعلي عوض أنت أخوان خلاص نعطيكم جائزة الواحد منكم وتقاسموها بيناتكم يلا خلونا نشوف البلدة طبعا صار الشغل اليوم كله في التعب في البلدة فما في عندنا ضيوف اليوم لكن في جماعة جاهزين في عندي جاهزين 23 وفي خاملين خلونا نوزعهم ما راح أبعدك راح أتركك شوي وهذه إبعاد يلا يلا بعض السلامة باي باي خلونا نشوف هذه إبعاد البقالة ترجمة نانسي قنقر تقريبا يعني وهذا اللي عليه الكلام أوكي هذا المبنى اللي عليه مهمة الآن تمنى إن شاء الله ما راح يخلصون أنا عارف العدد أقل من المطلوب حاليا آه لكن في جماعة ينتظرون بعد أوكي راح نخلص إن شاء الله المهمة آه لما ينتهون الجماعة هذولة نفتح عندنا كتاب قطع اللغز ونشوف قطعة واحدة فقط يلا نطلع من وين من البلدة متابعنا الكرام ونجي معاكم ونكمل ونواصل مشوارنا بجولتنا اليوم ونشوف سلطان طارق يا مرحبا يا سلطان طارق أحمد عوض أنت جاي مع أخوك بأنفوزكم أصبر عاد أصبر والله والله يعين العرض كثير لكن إذا ما صار في لخبطة والله بنمشي كثير تعرفون يعني ودنا نسعد الجميع إذا صار في لخبطة لا يعني يجي أحد لخبطنا ويجي أحد مشكلنا يجي أحد يدخل ويعمل يعني سرقات من المتجر بنتوقف غصبا علينا أتمنى الجميع يكونون معنا متعاونين و يستمرون معنا إن شاء الله أصدقاء في حتى بثوث قادمة راح تكون الجوائز ما راح تنتهي يا أصدقاء يعني اللي يقعد في المتجر بعد ما نعطيه جائزته ويستلم حصة اللي بعده يعني معناته أنت بتقضي على نفسك من البداية راح نعرفك إنك شخص غير مرحب فيه وراح نعمل لك حضر على طول ما راح تجينا وما راح وما راح نرحب فيك أساسا لكن شوفوا كثير من الأصدقاء موجودين معنا لهم أشر في البث وأسبوعيا يحصلون على جوائز يوميا أحيانا لما يصير في بث قاعدين يحصلون على الجوائز تتكرر الجوائز أساسا وبلاش ومجانية وبدون أسئلة وبدون مسابقات وبدون أي شيء فقط تحتاج من عندكم التعاون ونحترم أوقات لما تخلص تحترم مقت اللي بعدك حتى يستمتع ويستلم جائزته ويروحوا فرحان مثل ما أنت فرحان لا تستعجل على نفسك ما عندنا لهم فوز جنات تقول عندي القطار ما يشتغل لأربع جواهر يعني ينتهي الوقت ويرجع لأربع جواهر يلا يشتغل كيف الحل عندك خلل إذا ما كان ما يشتغل ما يشتغل إلا بالمجوهرات معناها عندك خلل تواصلي مع الشرك ويحلوا لك الخلل من نفس الحساب محمد بلال يا مرحبا حياك يا محمد بلال نعم جوائز عطلة الشتاء أو مهرجان عطلة الشتاء في خمس خمس قسائم للكتكوت وتقريبا ثلاثة قطع لغز غير الزينات اللي موجودة وغير الكثير العدد الكبير من نبتة البهشية اللي راح تحصلون عليها في مسار المهرجان سجلنا حنمين أبو أمير أبو أمير رد علينا ولا لا محمد بلال يا مرحبا أهلا يا محمد بلال أهلا وسهلا تشرفنا فيك يا صديقة نارنا وكذلك بابنك وبالجميع سجلنا أحمد عوض وعلي عوض علي عوض عطلة مستوى مزرعتك سجى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آآ 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 مين هذا آآ 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 سجى يا مرحبا أبو أمير أبو أمير مزرعتك خمسة واربعين أوكي أنت يا سهام الأولى بعدنا ما ابتدينا بعدنا ما ابتدينا نوزع وعليكم السلام أهلا يا سجى أحمد عوض أحمد عوض سبعة وثلاثين طيب وعلي عوض ثلاثين أبو أمير خمسة واربعين نوزع يا محمد بلال نوزع هدايا محمد بلال حياك يا محمد بلال مستوى مزرعتك يا محمد بلال مين أنت علاوي يا مرحبا يا علاوي والله ما عرفتك علاوي صعبة كنت بأجي عندكم زيارة لكن ما عندي لك حساب أراسلك وقلها بأجي عندكم لقيت الحي مقفل طبعا لما صار فيه توقف في الديربي كان ودي أني أجي أزوركم إيوالله بس لقيت كنت طالع أساسا رايح رايح الحي ثاني ما أنت موجود هناك مرحبا يا زينب أهلا وسهلا حمد الله مستوى مزرعتك 65 يا محمد بلال أوكي الثامن رقم ثمانية خلاص متابعين الكرام الآن إحنا أحصينا لستة كاملة قاعدين نحسبها من المرشحين للجوائز وراح نشوف كيف يتعاونهم معانا وكيف راح نوزع أتمنى إن شاء الله الليلة أوزع أكبر عدد ممكن للفائزين وأتمنى كلكم تطلعون وانتوا راضين حتى اللي ما سجلت في اللستة ممكن لو مشت الأمور سريعا راح يحصل كذلك على جوائز ندى موجودة يا ندى هلا والله مرحبا طيب تسعة تسعة زينب يلا متابعين الكرام مش باقي عندنا باقي عندنا الوادي نمر على الوادي والله على زحمة الأشغال الوادي ما عد فيه فيه مجال خلونا نشوف ايش فيه من مهام زر مطعما وعندنا أكمل واحد من طلبات التوصيل لا 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 هذا بتعبنا شوي المطعم ما حصلته بطلع إذا ما حصلت المطعم وين أحصل المطعم يا جماعة النكبنا لا لسه لسه يعني ما في مجال عندي ما في مجال خلاص احنا هارين هاري خلاص يعني معناه نطلع هاريت هاري الوادي فراح نطلع من عنده لأنه ما في مجال يعطينا خلاص اسمك أميرة وين مستوى مزرعتك يا أميرة جنات مستوى مزرعتك يلا يا أميرة ردي علينا مستوى مزرعتك متابعين الكرام خلاص راح نطلع الآن من المزرعة الرئيسية إلى مزرعة الجوائز وأتمنى ما يكون يا رب إن شاء الله ما يكون في لخبطة ولا يكون في عندنا مشاكل ولا يكون عندنا اليوم يعني ناس تغلبنا القاعدة الأولى القاعدة الأولى لا ترسل طلبك على المزرعة هذه حتى يتم إعلان اسمك رجاء ان تعاونوا معنا لاحد يرسل طلب صداقة حتى يتم إعلان اسمه حتى ما يكون في لخبطة معاي إيش يا سجا مستوى 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 ثمانية وعشرين طيب يا مرحبا خلاص والله إحنا طلعنا الآن طلعنا من المزرعة الرئيسية حميد انت من الأوائل اللست طويلة يا جماعة يلا يا سهام يلا يا سهام تعالي تعالي على المعرف هذا سهام فقط فقط سهام سجاد العبود يا مرحبا حياك الله إنت البث الماضي يا سجاد عطيناك جائزة ما عطيناك صح فورست وعليكم السلام حياك يلا يا سهام أتمنى ما يكون في تأخيرات يا جماعة طيب يا ندا مرحب فيك الله يعينكم ندا حنين سارة عندكم شغل كثير بتخطيط الدير كان الله في عونكم الله يوفقكم سهام لا تختفين انت قبل شوي بالمحادثات شغالة ما شاء الله عليك وتكتبين كثير الآن اختفيت اتمنى ما تختفين تعالي ارسلي طلبك واللي بعدك ارمي طيب بعثتي اوكي ممتاز اللي بعدك ارمي ارمي تجاهزي مين هذا ما عرفته والله لا ما طلبنا هذا اسمك لما طيب اللي ما طلبنا لا يرسل طلب لو سمحت وش اللي تبين وش اللي تبين يا لما 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 اش اللي تبين ما قالت اننا وش اللي تبين اليوم اموال ما في كثير لما مستوها خمسين لما ردي علينا راح نعطيك بعض الادوات اول شي يلا اه نسينا والله فيه فيه نسيان اليوم فيه نسيان يا حنين والله ما ادري عن البث اذا كان يتأخر خمس دقائق معقولة كثير خمس دقائق طيب تعالي يا سيهام شيري اول شي اه شيئين هذي وبعدها بابتدي اعطيك فلوس يلا يلا يا سيهام عندنا اليوم اضافة طائر اتمنى اتمكن ارجع بعد ما نعطي سيهام جائزتها للمزرعة ونبتدي نعطيها يلا هذا بابتدينا الان لكن خلوني اركز مع اللي يستلمون طبعا البداية الامر سهل اشتركوا في القناة 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 ما عرضت بالمتجر اللي عندك ولخبطينا يا لما يلا يلا طيبة طيبة انت انت بعد احمد عوض يلا يا ارمي يلا الغياب اللي انت عليه بنخلي بنخلي ندى تاخذ منك غرامة ندى هذه ارمي تتأخر اخذي عليها غرامة والله مشكلة هذه تتأخر كثير انا ما عرضت لها كثير بعد انا ما عرضت انا ما عرضت عندها مشكلة كبيرة هي والله خطيئة مرة اوكي يا طيبة امشي امشي بنعطيك جينا يا سيهام والله ما راح اقول شي راح اسكت بطيئة بطيئة سيهام سيهام هذه مرة وردة وردة الليلة معنا ما شاء الله عليها شكرا لحضوركم وتابعيني الكرام واتمنى ما تنسون اللايك حطوا لايك لا تنسون الضغط على اللايك تذكرون الجوائز وتنسون اللايك مين حضرها من البث ما ادري عنها وينها ما ادري الكلام عند حنين حنين هي اللي تعرف حلو ممتاز ممتاز مشت الامور ممتاز نبي ليش يا حنين شفيها يلا يلا خلصي خلصي يا سهام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب بالتوفيق يا فورست ما في مشكلة حبيبي ما في مشكلة اختباراتك دراستك اهم من كل شيء لما تخلص دراسة لما تخلصها تجي للبث يا اخي ايش المشكلة ما في اي مشكلة بالعكس احنا نفرح لك لما تقول انك غبت من اجل الدراسة بالعكس ندعو لك بضار الغيب ان الله يوفقك انت وجميع الحاضرين كل الحاضرين هذول اللي يدرسون ان شاء الله لكم التوفيق باذن الله اصدقانا وصديقاتنا بدراستكم اهتموا بدراستكم اهم من الحضور للبث البث يعني اشتفل ضيعون وقت ويانا وراح تروحون لما تروح للاختبار تكون انت ما محضر ما مجاهز خلاص اللي وده يستبر معانا في البث يحترم النظام ويحترم القوانين قوانين البث حتى ما يحرم اصدقانا شكلها خلاص انتهت يلا يا سيام خلاص اطلعي من المتجر خلاص انت ما عاد باقيلك معانا مكان ارمي ارمي ساكن وان ارمي يلا يا ارمي تعالي شي اللي بغيت يا آرمي قوليلي طيب بالعافية عليك يا سهام لكن هدي هدي خليك معانا في البث لكن ما يصير فيه إشكالات شهودة كانت من البداية وعطتنا جوائز عطتنا مساهمات فما أدري عنها وينها فيها الآن آرمي لو تردين علي وش اللي تبين أعطيك منتجات آه قلتي مناشير طيب مناشير مناشير يلا يا آرمي تعالي اللي بعده أحمد عوض أحمد عوض جاهز ولا لا خلاص يا آرمي خلاص فنش واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشت اطنع عشت خلاص آرمي فنش اطلع يا آرمي سجاد العبودي آه رقمك اثنع عش فورست اذا لحقت الليلة كويس تبي تصبر اصبر لان في عدد كبير لست طويلة يلا يا مين احمد العبودي احمد عوض احمد عوض خلاص يا آرمي خلاص فنش احمد عوض وين احمد عوض ارسل لنا الطلب ولا لا ما طلبناكم انتوا بعد يا جماعة اللي ما نطلبه لا يرسل طلب لو سمحتوا لو سمحتوا اللي ما طلبناه لا يرسل طلب احمد عوض انت جاهز ولا لا احمد عوض طيب ارسل طلبك يا صديقنا يا احمد عوض طيب هذا الايد عندك يا احمد عوض اذا تتأخر شوي راح نفوتك اه وراح نعبر الى الاخر نعم راح اعطيك شوي اذا ما تجي بسرعة راح ااخذ غيرك اللي ما طلبناه لا يجي لا احد يرسل طلب الا اللي يفوس اللي قلنا له فائز طيبة انت جاهز يا طيبة طيبة علاوي علاوي انت ما سجلناك بعد ما ما سجلناك الليلة تنتظر انتظر يلا احمد عوض بتجي ولا طيبة بعدك طيب يا طيبة ارسلي طلبك طيبة خلاص ارسلي طلبك احمد عوض هذا يتأخر خلاص اللي يتأخر بنتركه يلا يا طيبة طيبة اللي بعده اللي بعده طيبة احمد عوض هذا يتأخر وكيفه طيبة بي 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 ما انا عارف والله اسمك حتى لاخبطينا باسمك يا طيبة منين الجبين الاسامي هذي حلاسي اشتركوا في القناة شاهد 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 خلاص حدي اللعب الله يعافيك طيب اذا طيبة ما راح تجي مجيد اللي بعده مجيد خلاص احمد عوض خلاص طيبة ما ادري وينها ما هي موجودة اللي بعده مجيد مجيد تعال يا مجيد طيب شكرا لك يا علاوي تنتظر كويس يا زينب انت دورك وين وين انت رقم تسعة نعم رقم تسعة ابو امير رقم ستة مجيد موجود ولا مش موجود خلاص طيبة راح دورها عليكم السلام يا سارة مرحبا حياك نورتي تعال يا مجيد تعال يلا تعال على المعرف هذا رقم عشرة تعالي من الآن يا سارة تعالي تعالي والله تعالي من الآن انت ما تاخذين اساسا كل مرة من فوزك ما تاخذين تعالي 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 ادخلي على المعرف هذا بعد انت رئيسة الحي زهراء زهراء ما سجلناك اليوم والله ما اضمن تلحقون كلكم الا بتصبرون والله ما عندي انا مشكلة واللي عنده شغل عنده شي بيروحي خلصة ويرجع بعد نص ساعة يكون اللستة يعني يمشينا فيها بنعطيه دور ابشروا من عيوني اهم شي لا يصير احد يدخل عندنا في مشاكل حمد عوض احمد عوض هذا احمد عوض يلا تعالي احمد عوض ولا تأخرنا لو سمحت خلص هذا منتجات منتجات عادية نعطيه يلا يا احمد عوض تعال تعالي احمد عوض حسين الكناني مين هذا يلا يا احمد عوض تعالي بسرعة طيب ارسل طلبك يا مجيد ارسل طلبك ما في مشكلة أه ه ه ه ه ه ه ه ه ه وينها سارة يلا تعالي يا سارة جيبي طلبك ما في مشكلة طيب يا طيب ارسلي طلبك ثق والله يتأخر صديقنا هذا يعني هم بعد عنده تأخير احمد عوض يعني للأسف صراحة اخرتنا كثير وشكلك من انت عارف تستلم او ايش مشكلتك ويت ويت يا تحميد عليكم السلام اهلا والله يا وردة اصبري شوي علينا شوفي الان المشكلة اللي احنا طحنا فيها باحمد عوض ما يعني ورطنا واخرنا كثير للأسف طيب يا طيبة تبين مناشير جبنة كم عندك مجال مية واربعين طيب عندك مجال مية واربعين طيب طيب شكرا لك يا معتز ما تتأسفين يا واردة بالعكس يعطيك العافية ما قصرتي انت دايما مساهمة ودايما معانا ما شاء الله متعاونة يعني قاعد اقولك شوفي كيف انا متورط الان ما احمد عوض ورطنا كثير ما هو عارف يدخل ولا ولا هو قادر يدخل للأسف مش مش حلوة هذه سارة وش اللي تبين يا سارة قولي بس قولي ايش اللي تبين يا سارة حنا حاضرين فريحة تهميد you will win but wait تعالي يا سارة وش اللي تبين صبر يا طيبة شوي احنا متورطينا الان مع صاحبنا هذا احمد عوض احمد عوض تأخر كثير ولا استلم ولا شي شكله ما يعرف احمد عوض خلاص خلاص يا حمد عوض ما لك جائزة تأخرت كثير يا سارة وش اللي نعرض لك تبين منتجات ولا ايش معاك معول طيب اخذ الجبنة تعالي يا سارة اخذ الجبنة بشوف هذا معول يلا يا سارة تعالي تعالي يلا توا يبتدي حمد عوض اصبر يا سارة انتظري 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 هذا مشكلة اللي تأخرون مشكلة والله والله اذا بتستعجلين انت اخذين المعول تعالي اخذيهم بسرعة شكله بيتأخر تعالي والله شوية تعبنا تعالي سارة تعالي شيلي شيلي شكله بتأخر المعذرة خلاص خلاص انتظري انتظري خلي خلي يطلع خلي خلص ويطلع نقول له اطلع عنده مشكلة في الانترنت يلا 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 يستاهل الجبنة بس ان شاء الله انه يطلع ما يقعد بالمتجر خلاص يلا يا حمد عوض خلاص هذا اللي لك ويطلع من المتجر لا تقعد تفين فحم اسود عندنا يا اية خلاص نعطيك بس مش الان حاضرين ابشري بس خلي خلص هذا حمد عوض والله دوقنا شوي اصبر يا جنات لما يجي دورك راح نعطيك اياه اصبر يا مجيد والله الله يستر الله يستر ما يطلع عنا زي زي ذاك يجي فينا العيد بعد ويكرهنا باللعبة ويكرهنا بتوزيع الجوائز بطيء وما يخلص نفسه يعني وش معقولة يا جماعة مية طريقة هذي ايه كمتبين فحم تقلتي فحم ولا ايش هنا ما عندنا فحم والله كان عطيتك بس ما في اصلا نحن متورطين مع الحمد هذا اخذ علينا اكثر من عشر دقائق الآن يعني علشان عشر دقائق علشان حمد مش معقولة طريقة هذي غلط حميد حميد 11 والله يا وراتنا هذا وراتنا وراتنا مرة يعني للأسف حميد انت آخر مرة تستلم عندنا وبعدها حظر ما عاد والله نقبلك خلال انا ما عاد يعني مرة ثانية مرة حعطيك جائزة للأسف انت مش شغلك ما هو ما هو عاد طريقتك غلط يعني شنو ما هو باين باين عنده سارة حاولي تدخلين وتاخدين سارة حاولي تدخلين وتاخدين كل اللي موجود خلاص نترك هذا هذا يعني تعبنا صراحة اصبر يا مجيد ما ما اقدر استلم الآن ولخبطنا صديقنا حمد هذا سارة تعالي تعالي ادخلي 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 وشيلي المجرفات هذه نعم والله يستاهل الحظر وراح اعطيه حظر خلاص خلاص ولا ما خلاص بعطيه حظر يلا سارة شيلي 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 بسرعة يا سارة قبل لا يجي يشيلهم مشكلنا والله مشكلنا شيلي يا سارة شيلي خلاص يا سارة يلا كملي كملي الباقي يلا عوافع عليك سمحيني لا على التأخير الآن احنا متورطين مع مع الاستاذ حمد هذا شوي خربها برأسنا اليوم هذا يتم حظره نعم يتم حظره خلاص العفو وينه ياخذ مش موجود عشان ياخذ لا قاعد ياخذ ولا قاعد يسوي شي اتعبنا طيب اللي بعده اللي بعده احمد عاوض هذا خلاص طيبة تعالي يا طيبة طيبة محمود زينب طيبة اش قلتي مناشير خلاص استلمي اللي بعد اللي بعد اش اسمه البعد الخبز طيبة استلمي اللي بعد الخبز والله يا رنى حتى لو كان النت عنده ضعيف لكن ما ياخرنا يعني بالطريقة هذه تأخير يعني اكثر من عشر دقائق وإحنا ننتظره مش معقولة يعني في العشر دقائق احنا المفروض نسلم الى اثنين يعني مو معقولة ياخرنا يلا تعالي يا طيبة تعالي انتبين مناشير احنا عارفين ان البعض عندهم مشاكل بالانترنت لكن ان عنده مشكلة بالانترنت يقول انا عندي مشكلة بالانترنت وما اقدر استلم مثل صديقتنا هدى نور الهدى ترى ما تستلم لها فترة كل ما قلت له قالت لا ما استلم انا عندي مشكلة بالانترنت وبأخركم هي عارفة النظام يلا يا طيبة استعمي انت قلتي تبغين جبن قالت تبي جبن عطيناها اكثر من اللازم يلا كملي كملي ارمي ساعدي اختك ساعديها اخذي من عندها اذا كان عندها عارضة شي شي لي من عندها شكلها تورطت اوكي خلاص طيبة خلاص وانتهت خلاص اطلعي اياه طيبة من المتجر شوفوا كيف اللي عارفين الشغل ما ياخروننا والله كثير اللي بعده سيهام اوكي ارمي اوكي احمد عوض خلاص انتهينا من عنده اه طيبة اوكي مجيد وينك يا مجيد مجيد ما رسلت طلبك يا مجيد والله حمد هذا خايف منه انا قاعد احط له خبز ابغى اشوف هل هو يستلم او لا او مش اصوي مرحبا عليكم السلام ابو جاسم يا اهلا تعالي يا مجيد تعال يا الله وين طلبك يا مجيد هلا عبد الله مرحبا يا عبد الله أبو أمير موجود باللستة يا معتز بلاش واسطات مستوى ستة سبعة ثلاثين مستوى العفو مجيد وينك يا مجيد وين طلبك الله ما أدري ما رسلت لي طلب أنا عندي اثنين زينب وعندي محمود أنا ما طلبتهم صبري يا جنات لا ترسلين شي خلونا نخلص واحدة واحدة واحد واحد يخلصون وبعدها جون الله يعافيك يا رنا والله هي كذا تعب يعني موضوع تسليم الجوائز في تعب لكن ما في مشكلة أنا سعيد بأن أصحابنا اللي يستلمون صح وياخذون جوائزهم هم فرحانين مسرورين هذا هو الهدف التعب يستحقون التعب طيب وين طلبك يا مجيد يا مجيد كيف كيف يا مجيد تسوي فيها كذا يا مجيد تسوي فيها كذا ما ظهر لي شي يا مجيد في غلط عندي كتبته ات في او 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 واي سي واي جي يلا يلا تعال تعال يلا يا مجيد ما جاء هذا احمد عوض ما قلت لي انتو شي اللي تبية يا مجيد اكتب محوله عربي واكتب والله نسيت يلا شنعرض لك ما قلت لي انت شنعرض لك يا مجيد تبغى فلوس ولا ايش والله الفلوس كم باقي والله باقي مليون وثلاثمية خلاص عن الفلوس انتهينا يلا يلا لا ابتدي معاه انا خلاص الفلوس خلصت منها اليوم يلا يلا شيل شيل تبي فلوس شيل الاولات هذولا شيلهم شيلهم وعطيك فلوس مع ان ما عندنا فلوس اليوم كثير شكرا 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 اشتركوا في القناة يلا تعالي حبيبي تعال شيل الخواتم اللي راح نعطيكم اياها ما راح نسترجعها بيعوها براحتكم ما عندي اموال للمرة هذه اعطي خواتم ما راح اشتريهم اللي اخذ خواتم انت خدت الخواتم خلاص ما انا بغير تترجع لنا الخواتم خلاص خلاص شيلهم ولا ترجعهم لنا الخواتم لان ما عندي فلوس كثير اعطيك بيعهم انت بيعهم اساسا هذا جاي لنا هدية من صديقنا اسكوبار عطانا الف خاتم وراح نوزع الالف خاتم بدون ترجيع بطنيات ما عندنا يا ندا عندنا مناشير بقية يعني لكن بطنيات ما في اليوم انتي معانا على طول يعني ما عندنا مشكلة يا ندا خلاص يا مجيد خلاص انتهيت لا ترجع الخواتم ما نبغيهم ابو امير موجود ولا لا حاضرين بشري بشري يا ندا تعالي ابو امير ارسل طلبك بس قولي ايش اسم مزرعتك ما نحن عارفين مين هذولا ما عرفتكم صراحة جنات انتي تصبرين لكن ابو امير ابو امير ما تأخرنا اذا بتأخرنا بعملك حضر اذا النت عندك اوكي تعال استلم جايزة اذا النت عندك ما في مشكلة فرجاء ما تأخرنا اش معقول كده عذرونا ابشيل الاسامي اذا جاء دوركم ارسلوا الطلب لا تزعلون هذا هذا النظام خلو خلونا ماشي من نظام الله عافيكم ايش ارسلت بلطة وين ارسلتهم يا امم اوكي شكرا لك يا مجيد والله انك والله انك وردة يا مجيد الخواتم ما نبيهم يا مجيد خليهم عندك خليهم يشترونهم منك عرضهم انت براحتك احنا عندنا هذا الخواتم جوائز الان شكرا على البلطات خلي استفدونا اصحابنا بلطات اخذت اخذت البلطات شكرا لك ابو امير ارسلت طلبك ولا لا بعد انت يا ابو امير تتأخر صار لي ساعة وانا اقول لك ارسل طلبك وانت تتأخر شوية باعطيك مجال ما راح ترسل طلبك راح اطلعك خلاص ما راح نقبل طلبك اعطيناك مجال مرحبا يا هاجي عليكم السلام اهلا وسهلا ان شاء الله يا ايا بشري بشري والله اليوم عندنا عندنا زحمة زحمة كثير يلا هذا ابو امير وصل خلاص يا ابو امير بدون كلام راح اعطيك بلطات شيل البلطات حبيبي شيلهم شيلهم لا ترجعهم يلا شيل يا ابو امير كيف محمود اه محمود انت محمود هناك ابو امير وهنا محمود ما عرفنا قبلناك محمود ابو امير طيب مزرعتك اش اسمها اللي نعطيه خواتم لا يرجعهم لو سمحتم اشتركوا في القناة مدعوض دواخنا والله سببنا مشكلة خلاص يا محمود خلاص يكفي اللي اعطيناك اياه مع اني ودي اعطيك زيادة شوي يلا كمل لك مرة واحدة ان شاء الله بس ما يدخل علينا حمد او يلا كمل خلاص انتهينا زينب محمد بلال وين محمد بلال بيجي دورك بيجي دورك يا زينب بنعطيك خواتم وانت بيعيهم بدل الفلوس ما عندي فلوس اليوم كثير الكل بعطيهم خواتم الا اللي يبغي منتجات يقول لي او ادوات يقول لي يا الله يا ابو امير اطلع من المتجر لو سمعت اطلع من المتجر لو سمعت ما عليش خلينا نفوزة يا رنى هو جانا لازم نفوزة مين هذا لسبيلة مين هذه يلا يا زينب تعالي دورك يا زينب طيب طيب اوكي ما في مشكلة يا رنى كان ودنا نخدم بعيوننا مثل مثل اصحابنا اللي موجودين طالما اننا حضر البث اقل شي نشكره بشي بسيط هدية بسيطة يلا يا زينب مينك اللي تطلبين متى يجي دوري تعالي زينب بعطيك خواتم ولا ترجعينهم لنا خلاص شيليهم يلا تعالي للمتجر ممتاز 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 شوفوا شوفوا السرعة كيف مو الواحد يقعدنا ربع ساعة ما يجي يستلم يتعبنا يعني تأخير للجميع هذا الان في فرصة انك تسلم يعني عدد فائزين اكثر بالطريقة هذه اكتبت شي زينب طلبت شي معين ولا ايش لا ما طلبت شي معين خلاص يعني معناها نعطيها من الخواتم سكوبار عطانا الف خاتم واحنا من اول عندنا تقريبا خمسمائة خاتم لما نوصل الخمسمائة خاتم نوقف معايا زينب خلاص استلمي الخواتم وانت عرضيهم بمتجرك وبيعيهم ما عندي فلوس اعطيك اليوم يلا كملي 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 يا زينب ما في اموال روح اعرضي الخواتم بيجيك اموال اللي بعده جنات يلا يا جنات اللي بعد زينب جنات محمد بلال رانا الله يعطيها العافية ما قصرت اعطته خلاص يا زينب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حدعش اثنائش ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستعاش سبعة عشر ثمنتعش تسعة عشر اشرين واحد وشرين اين وعشرين ثلاثة عشرين اربعة وعشرين اه يعني ميتين واربعين خاتم وعليكم الحساب احسبوها علاوي علاوي لسه ما ما جا دورك نبغى جنات نبغى جنات الان وين جنات العفو لا ما تعبت ما تعبت ما في تعب الليلة بقعد حتى اخلص جميع اللي عندي من الجوائز وما عندنا مشكلة ما زلنا يعني احد عشر لا ربع لسه باقي معنا تقريبا ساعة وربع اهم شيء لا يصير في مشاكل اعرضيهم بيشترونهم يا زينب اعرضيهم على سعر شبيك جنات موجودة ولا اطلعت نادينا عليها الان المرة الثانية جنات موجودة ولا اطلعت العفو يا زينب كعكة صغيرة طيب ما في مشكلة يا معتز ابشر جنات موجودة ولا مش موجودة موجودة العفو عفو جنات مش موجودة خلاص حميد حميد اللي بعد جنات جنات مش موجودة شكلها موجودة علي علي يا علي عوض اصبر يا علي عوض معتز معتز شي قال معتز شلي يابي ما ادري الله اشي اللي قالي ابيه في الحقول ازراحة يا علاوي ازراحة لكن اليومين هذي مثل ما انت شايف الوضع نزرع ونحصد يلا شيل شيل يا معتز شيل كمل يا معتز جنات ما اجت شكلها اطلعت يلا يا حميد ارسل طلبك يا حميد خلاص خليكمل خليكمل الباقي خليكملهم كمل 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 الباقية كملهم كملهم لو سمحت يلا يا حميد تعال ما قالنا اشي ابي طبعا كمل يا معتز والله انك يا معتز مدري كيف صاير طيب يا امير شيل شيل ما شاء الله عليك جيد والله شيل تعالى اشتراكign شكرا 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 تشكرا شكرا مشار mill ain't اشتركوا في القناة خلاص اخذهم بدالك حميد سجاد العبودي موجود ولا لا سجاد العبودي وينك يا جنات تأخرتي خلاص خلي حميد يخلص ونبتدي معاك خلي هذا يخلص وابتدي معاك والله محتارش اعطيه خاف نتورط لانه عنده زحمة خلاص يا حميد خلاص خلاص انتهى يلا دزيتي طلب يا جنات ما ندري متى يا طيب الوقت الجاي ما ندري على المجال طيب يا جنات وش اللي تبين قولي تبين منتجات يلا وش اللي تبين ها شوفي ورقة وقلم شنو اسوي اسجل اسجل الملاحظات وسجل الاسماء وسجل طيب وش اللي تبين يا جنات تبين منتجات تبين منتجات ولا تبغين خواتم خلني اعطيها عسل ما فيه احلى من العسل يلا استلمي يا جنات استلمي آية آية ترى احنا جيران الآن جبن وقشطة ما عندي لا جبن ولا زبدة ومايونيز ما فيه بدناك بالعسل بدناك بالشي الحلو والله يعينك على الاشياء الحلوة تعالي 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 شيلي شيلي عندنا لك عكاة القشطة اوه امتبلة هذي افضل شي اميرة الهدوء طيب يا اميرة الهدوء بعد والله ما فيه احلى من هذي بعد توفي جدا حلوة راح نعطيها ولا فيه احلى من هذي هذي مين اللي حصلها خلاص يا جنات تفضلي يا زينب قولي طلبك يلا عشان منتجات يا جنات ما نعطي بعد اكثر من المية واربعين تقريبا اه مية واربعين منتج خلاص تركي المتجر لو سمحتي خلاص جنات اوكي انتهت وحميد اوكي انتهى سجاد العبودي ناديناه ما طلع مش موجود نور الهدى شرفتنا الان يا مرحبا يا نور اهلا وسهلا بخير الله يسلمك اهلا وسهلا ما شاء الله عليك يا طيبة المرة الجاية يلجين للبث بالاسامي هذه اوه تفضلي تفضلي اعطيهم مرخوصة مرخوصة يا رنة بالعكس مرخوصة مين اللي معانا سجاد العبودي موجود ولا لا طيب تهميد موجود ولا لا تهميد خلنشوف تهميد موجود ولا لا تهميد هذا انت يا ارمي دائما دائما عندك الحضيرة مليانة ما عندي يا زينب ما عندي مجال ما عندي شوفي باقي عندي مليون وشوي خلاص يعني انا فلست اعلن افلاسي ها يلا شريناهم منك يلا جيبي باقي شيء طيب يا فروس تعال ارسل طلبك تعالي 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 خلصت يا زينب عرضتيهم كلهم علاوي موجود علاوي علاوي الصغير في واحد علاوي مستوى مزرعته ما ادري ثلاثين او كم تقريبا ويسلمك يا وردة انت وردة اليوم لك جائزة بعد ما عطيناك بس كان كانت زحمة اليوم عندنا لكن ما راح تطلعين اللي تستلمين جائزة ان شاء الله صبري شوي انتي ندا رانا وآية ومين بعد كلكم راح اعطيكم جوائز اليوم نعم اللي عنده دراسة يطلع من عندنا من البث والله يوفقه ومحفوظة له الجواز بنعطيه اهم شيء مستقبلكم العافو يا زينب يلا فروست وينك دز المعرف دز المعرف حق ايش علاوي ايش مستوى مزرعتك علاوي محمد فروست يلا يا محمد تعال بسرعة فريحة فريحة موجودة فريحة موجودة تهميد فريحة هيا راقب راقب من اللي شيل دائما نتراقبين من اللي شيل طيب شيل الخواتم هذي تحتاج منتجات ايش ليش ما قلت من اول يلا يلا شيل 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 الخواتم معاك مرة واحدة وانت من اهل الخير يا شهد مع السلامة اوه عنده مشكلة بالحضيرة كيف انت علاوي ما عرفنا لك انت علاوي ولا ولا علي عوض فهمنا والله عطنا عطنا تفسير حسن اسامة يا مرحب عليكم السلام يا حسن والله ما ادري شعطي خلاص اصلاحنا المنتجات ما شاء الله بدأت تروح يلا خلاص خلاص يا فروست محمد فروست خلاص انت اتهيت خلاص اطلع من المتجر يا محمد فروست مين قلنا مين باقي عليكم السلام محمد فيتور يا مرحب لا لا يا آية ما حذفته هو هو تأخر علينا بهذلنا معه ما عرفنا له علاوي علاوي تقدر تستلم بسرعة ولا لا جاوبنا عطنا اجابة كيف انت علي عوض والان عندي علي عوض وعندي علاوي ما فهمنا لكم ما فهمنا لك وش القصة يعني كيف انت جاينا معرفين لا ما راح اعطيك معرفين ما راح اعطي فهمنا علي انت علاوي ولا علي عوض بتسوينا نفس مشكلة اخوك قبل شوي لا 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 ما عندنا ما عندنا جائزة ما حذفته يا آية سويت له حظر لكن يقدر يستلم حتى لو عملت له حظر وهو قاعد في المتجر يقدر يستلم واحد منكم يستلم يا اخي مش معقولة تعطونا معرفين تبين تدخل معرفين يا هذا يا هذا من اللي موجود باقي آية انزعجتي من الصوت ترى اني نسيتها والله والله نسيتها اليوم المعذرة يا زينب اش عندك تقولين يمكن على ايش شوف ان اخرتنا ترى بيكون لك حظر على طول بعدين علي عوض انت علي عوض ستة وثلاثين وردة جهزي حالك يا وردة جهزي حالك نعطيك جائزة والله ما فهمنا لك تقول انك علاوي يلا تعال 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 طبعا مستوىك ستة وثلاثين نعطيك منتجات عادية يا الله ما دري دي مفتوحة عندك يلا شيل شيل من البساكيت هذه او الكعكات الصغيرة كويس انه سريع اسرع من اخوه اللي تو يعني شوية دوقنا ما ادري العسل فاتح وياه ولا لا شيل عسل فاتح معاك ولا لا ما ادري والله فاتح وياه ولا لا مش عارف العسل ما فتح معاك بعد مستوى ستة وثلاثين بجيك بجيك يا آية شوية الان خلينا اخلص بعض التوزيعات وبشري يلا خلاص خلاص يا علاوي انتهى انتهى وقتك تهميد خلاص يا علي عوض ويا علاوي خلاص انتهيته اثنينكم خلاص عطيناك جائزة انتوا واحد بانتوا اثنين يعني اللي يكتب تعليقات قبل شوي ايش ما في مشكلة شن نقص اللي عندك يا آية نروح المزرعة ونجي مزرعتك اوكي نوب رابلم نوب رابلم نوب رابلم ويت 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 يا تحميد ويت ويت بليز حظك حلو انه عندي موجود الحمص لا الحمص ما عندي ولا كعكات عندي نقصة الكعكات اما الحمص ناقص وردة تعالي يا وردة وش اللي تبغين يا وردة اعطيك حاضرين اش اللي تبغين يا وردة قولي بس اصبر يا علي عوض اصبر اصبر خلاص عطينا واحد من عندكم قبل شوي تقول انا نفسه يعني ما فهمتلك خلاص خلي حنين تروح تحميد سند يوركوست سند سند يوركوست وردة ردي علي يا وردة شي اللي تبغين نعطيك يا وردة ما تردين راح اعطيك عسل ما في احلى من العسل وسكر لا تعالي يلا يلا ش عندك من تبرع يا وردة مش معقولة كل مرة تسوين فينا طيب يا وردة يلا يلا هاتي 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 انا عارف بتفرغين الحضيرة اللي عندك يلا تعالي جيبي جيبي اعرضي 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 انا عندك اعطيك يا وردة هم 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 هم那ها يا وردة خلاص يا وردة والله وردة هذه شوفه شوفه اوكي خلاص يا وردة شكرا لك يلا تعالي عادش نعطيك الان قلتي انت منتجات لا نعطيك من منتجاتك نفسها تعالي يلا شيلي يا وردة شكرا شكرا والله ما قصرتي كفو عليك يلا يا ارمي اشتغلي اشتغلي يا ارمي طالما ندى مش موجودة عندنا خلي خلي الكلام عليك اعطيك مناشير يا وردة كويسين منيحين للمناشير شوية بلطات بينفعون ما فاتح معاك الكعك شكله ما فاتح معاها الكعك تستاهل ولا وردة عطتنا ما شاء الله الكثير خلي هراك ما شاء الله الكي يا ارمي ما شاء الله الكي حسنا حسناً. 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 حسناً يا وردة طلعي. دعني أتمنى أن وردة تخرج من المرأة. وردة خلاص. وردة. وردة خلاص انت هيئتي ولا بعد? خلاص يلا. اشقال هذا يبغى? بيزا. بيزا. وعلي. وعلي. يلا. ابدأ. تحميد. ابدأ. وعلي. عندما تنتهي. اخرج من المرأة. ابدأ. 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 ابدأ الأخير الأخير بيتزا هذا كل شيء لا يوجد أخير بيتزا في المنطقة وكذلك وكذلك بيتزا هذا المنطقة حسنا 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 يا تحميد شكرا لك لتنمينا هذا كل أخبرك الآن لأخبرك أخرى أدت من المنطقة أخبرك 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 كيف 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى الثاني لأنها قصة أخرى من المبدأ الوقت كيف أن أنا ما عرفت هذا؟ فرانك وعليكم السلام شكرا لك تحميد فرانك وعليكم السلام فرانك وعليكم فرانك وعليكم فرانك وعليكم لا تقلق نانسي قنقر شكرا لك إذا أردت أن تتحرك معنا لكي تتحرك تتحرك قنقرنا لكي تتحرك لكي تتحرك لكي تتحرك بحرق جميع نحن حسنا يا فريحة أتمنى أن تحميد وفريحة لا تستخدم فريحة لا تستخدم أن نحن 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 فريحة ما تحبية؟ مباشرة أو عزة؟ كونلس؟ لحير مباشرة سأضعك سورر ودراء في المدرس ، لأننا لا نحتاجREAM المترجم للقناة 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 ارسل طلبك فريا ارسل طلبك 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 ارسل ارسل طلبك ارسل طلبك ارسل طلبك ارسل طلبك ارسل طلبك ارسل طلبك ايضا ترجمة ن۶. او تلهم كون راحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اللي جانا احد سلم احمد احمد عليكم السلام اوكي يا الشايب خلاص نجي عندك خلنو نروح للشايب 151 مزرعته يا سلام اش الروعة هذه ما شاء الله حلوة مزرعتك حلوة 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 يلا حبيبي بطانيات هالا الاشتاجاء ومحتاجين بطانيات يلا شباب اللي متأخرين راح يستفيدون الليلة نعم في بطانيات اوه ما يفتح معنا ما يفتح في المستوى اللي اعلى انا هربان من عندهم الان و جاي عندك يا اية ام جهز حالي اضبط لي اضبط لي مكان لان اعارف يوم الايام بيطلعوني بيخلوني الحي فقط فقط الحي للبنات واحنا بيطلعوننا كلنا خلاص صديقنا ولا بعد باقي ايه عندنا مجال اه لكن لا ترسل لي شيء اعلى من مستوى الليفل مستوى المزرعة الليفلها مئة فقط فما تستقبل بعض المنتجات اللي اعلم الليفل مئة والله على راحتك شوف اللي انت يريحك يا فرانك ايه نعم نعم انا رحت هناك خلاصة الان انا هربان عند ايا وديت مزرعة هناك مجهز حالي لانعارف يوم بانطرد شكرا يا وردة شكرا اذا طردوني بيجي عندك يا وردة حيك وين ايش اسم حيك كيفين ويلكم ماي بلجر تو ميك اول اول ماي اتنديز بري هبي يلا يا وردة اشتغلي مع عندنا مترجمة يلا وردة وردة المساعدة المترجمة هاتي هاتي خلاص احنا طالعين من عندكم قبل لا تطردونا طالما في طرد اباطلع قبل ما تطردوني انا رتبت لي مكان عند عند ايا خلاص ما ادري والله عنك شاي بيا فرانك ردي يا هدى يا يا وردة ردي 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 عليه شو فيه ايش يقول لك يلا اقري وردي عليه يلا يا مترجمة ما راح اترجم لك ايش هذا يا وردة تردين عليه تنورنا ردي عليه بالانجلينزي وين اجيك يا فرانك انا عندك موجود في المزرعة اوكي يلا ريستارت اغين اللي ريد بطانيات يا جماعة خلي يجهز يجهز حاله يجهز الحضيرة الليلة راح اوزع البطانيات شكرا يا رنة شكرا والله انا جهز حالي الان قاعد انطرد انت انت شايفين التهديد يا رنة شايف التهديد تسلمين تسلمين انا ارسلت مزرعة عند اية الاسبوع الماضي علشان اجهز حالي لو انطردت لا خلاص عندي مكان اهههي اههه اهههههه اعلش بعلش هذا اخر ديربي Schedule ايوا يا وردة ردي عليهم الطريقة هذي بلانكت مور اكسبنسي فول بي دليفر تو كانديديت مايبي تونايت بات this is for high high level ماتقدر تطردنا من الديربي ندري عنها ذكية حنين عارف الشغل تبغي تخلص مننا الديربي بعدين تطردنا معلش احنا نطلع قبل الديربي خليك تفوزين يار ولكم وردة تهميد وردة ولكم يو والله انت يا ندى لو طردوك تعالي معاي تعالي نعم بنروح عند اية ولا نروح عند رنى خلاص الان بعد عندنا في حي موجود ثاني يعني ما عندي انا مشكلة الان ما خاف اسماء وعليكم السلام اسماء عليك غرامة متأخرة احب تزعى الاسماء كيف تغير اسمك ادخل على الحساب حقك وغير اسمك ولا اروح عند علاوي علاوي يوديني الى استادتي القديمة استادة همس الله يحفظها ما تقصر همس ما تقصر شكرا 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 للغالي يلا يا شباب اللي يبغى الان بطانيات ترى عندنا بطانيات جاهزة طيب الله يقويك يا اسماء صراحة فرحنا بدخلتك فقلنا خلنا نفاجئها بالترحيب هذا سلطان يلا ارسل طلبك ارسل طلبك يا سلطان مين هذه زهرة البنفسج اوه ندا ندا تعالي تعالي يا ندا تعالي تعالي يا ندا يلا رانا ارسلي طلبك اي ارسلي طلبك عندنا بطانيات اخذوهم وحتى انت يا اسماء تعالوا كلكم ارسلوا طلباتكم حسن اسامة ارسل طلبك اه ندا وشي حطلك يا ندا اكتبي اكتبي ندا وش اللي تبين اه وش اللي تبين ندا خلصينا وش اللي تبين وردة عطيناك ولا ما عطيناك اليوم جايزة اتوقع عطيناك ولا لا اخيرا اكتشفناكم تبتردوننا معلش نتغدى فيكم قبل ما تتعشوا فينا طيب يلا البطانيات نبتدي بالبطانيات معاك يا ندا كمان يا ندا كمان هذه بطانيات طيب طيب ايش السطر ايش هي يعطيه السطر اي سطر يعطيه ايش ايه والله اليوم ما اخذ مكان عبدالله لكن الله يستر منكم انا ما ليشغل فيهم يا جماعة انا ذول اللي يسووا المشاكل ما ليشغل فيهم انا ليشغل بجاسم فقط جاسم اخذه معاي البقية ما اريدهم ايش قلتي يا ندا انتي قلتي هذه وجبنا عاوزها بطانيات وجبنا وبعد والله نسيت ايش كاتبة اه تبين مناشير ممتاز يا جماعة المناشير بيخلصون لحقوا عليهم نعطيك بسكت بعد او كعكة صغيرة ونعطيك عسل ونعطيك عسل واش المشكلة طيب يا اسماء اوكي ما في مشكلة رنا يلا يا رنا تعالي تعالي عشان نعطيك بطانيات خلاص يا ندا خلاص انت انتهيت رنا اية كلكم تعالوا مسكين مسكين القاسم صراحة تظلمونه ليش تظلمونه طيب تعالي رسلي طلبك يا اية من اللي ارسل طلب اه طيب يا رنا تفضلي دور رنا نادا خلاص يا نادا عطينا تأكيد انك خلاص رنا حددين اللي تبين ما عندنا مشكلة بطانيات بنعطيك بس حدد اذا كان في اشياء ثانية اودك فيها خلاص يا نادا يلا بنعرض الرانة الان العفو يا نادا العفو الشكر لك انت موصول والشكر للجميع اللي يحضرون البت عطيناكم من مساهمات الاصحاب ما هو من عندي والله من اصحابنا اللي ساهمون قاعدين نعطيكم رنا قبلناك وينك يا رنا قبلناك تعالي اخذي منتجات بطانيات يمكن نزلت بالهدايا اكيد لا الساعة رجعوها مرة ثانية والله وسعر رخيص مرة نزلوا سعر الساعة يا جماعة بلاش صارت اوف 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 اللي يبغى يشتري الساعة يلاحق عليها ما ادري رانا تدري عني اني عرضتلها رانا عرضتلك يا رانا ابشري يا مروة ابشري بس اصبري شوي اصبري شوي يا مروة حاضر من عيوني باعطيك اليوم اه شفتها يا جارتنا انت جارتنا كل يوم اشوف مزرعتك لا لكن ممكن في احد ثاني يوده يشتري الساعة هذي والله بلاش السعر رنا معانا ولا لا والله ما ندري اشتركوا في القناة ما ادري رانا انادي عليها بس ما ما قاعدة ترد معاي عرضتلها الان البطانيات وانت يا ايا ارسلت طلبك ولا بعد خلنونا نشوف اه ايا اوكي مروة اوكي حسن مزرعة السوم السوم طبعا عندها منتجات بتعطينا اسماع عندها منتجات لكن منتظر رانا تستلم ما ادري وين راحت هي والله قلولها ممكن ما تسمعني او مقصرة على الصوت او شيء ما ادري والله اش الوفر ما شافه محمد ايش يعني ما فهمت رانا ما ادري اختفت نروح الاسماع اسماع جاهزة جاهزة تعرضين بقى اجي عندك المزرعة اه يا رانا طيب يلا يا اية طيب يا اية تعالي تعالي على راحتك يا رانا ما نقدر نقول لك شيء اية تعالي اخذي البطانيات خلوني اشيء الجماعة الاولانيين اللي عندنا نحذفهم اه ندى خلاص ولا لسه باقي والله ما ادري نسيت اه ندى خلاص هذه أربعين خمسين ستين سبعين همانين تسعين مية هذه مية بطانية اخذي عسل اخذي عسل كملي كملي آية كملي آية اخذي العسل عرضت لك عسل يا آية طيب باقي شيء بعد من اللي باقي عندنا باقي عندنا حسن حسن أسامة مروة باقينا مروة رح أعطيها حسن أسامة يلا تعالي حسن أسامة تعالي حسن أسامة حسن أسامة تبغين عسل زيادة يا آية قولي شطيرة ما بي شطيرة شطاير ما في ما في ما في عندنا شطاير أي شطائر خلصت للأسف طيب ليش ما قلتي من البداية يا آية وين آية طيب طيب ما عندنا سكر بني يا حسن أسامة عندنا آه سكر بني اللي عندي خمسة فقط أما البقية عندي سكر أبيض والله حتى السكر الأبيض وين راح كان موجود عندي آه هذا عندي سكر أبيض يا حسن ؟ طيب على كيفك يا حسن أسامة؟ ما عندي والله سكر بني تبغي أعرض لك هذا السكر ما عندي إلا خمسة هذا اللي موجود والله وزعناه كله ها تجي تأخذهم حسن طيب علاوي يا مرحب علاوي عليكم السلام طيب الآن جاء دور مين الآن جاء دور خلاص الجميع انتهوا وجاء دور مروى خلاص اليوم مروى راح نعطيها تعالي يا مروى بحط طلاوي تأخذهم مروى وش اللي تبين مروى ردي علي موجودة ولا لا مسكينة من زمان ما عطيناها شي ايش لا اعرض خلاص باقي مروى فقط شنه نصب احتيال والله ما فهمتلكم عليكم السلام يا محمد بلال اهلا وسهلا اهلا اهلا بيك مين اللي يبغي بطانيات وجبن مين ندا حاضرين نعطيها بطانيات ابشر يا ندا خلينا اروح الاسماء وتعالي انتي ما في مشكلة اللي يبي بطانيات يتكلم يا جماعة قبل لا اعطي مروى لاني بعرض المروى وبطلع من المتجر وين اسماء مزرعات السوم ويلع القشطة يا السلام والجبنة ما شاء الله ما صنع ما صنع ما صنع ما صنع هذه ايامهم اللي بيصنع كعكات حلويات هذه ايامهم مين اللي تبغي بطانيات وجبن ويسعدك رانا خلاص بعطيها تبشر اعطيها مروى من عيون الثنتين بس في احد باقي يبغى شيء اعطيه قبل المروى عشان مروى بترك لها كل شيء ويبراه حتى تأخذ اوه جالسكر البني حظك حلو يا محمد مصطفى جالسكر البني مسكينة مروى تنتظر من اول البث والله والله يتحضر بيانا من اول البث وما لها نصيب تتأخر مشكلتها تتأخر اول وحدة تسجل في البث واخر وحدة تطلع لكن ما ادري لما نقدمها ما تستلم بسرعة تتأخر ما قصرت اسمها صراحة اشياء مطلوبة هذه تبغين عسل وكعكة يا نور ابشري حاضر ارسلي طلبك ارسلي يا نور ارسلي من زمان ما ااخدتي انو ان شاء الله تعدل عندك النت ليش يا ليه يا معتز ليه اصبر يا جنات نعطي اللي ما اخذوا لسه وحاضر هل من عيوني راح اعطيك اللي ما اخذوا اول راح اعطيهم وبعدين راح نرجع للي عطيناهم مرة ثانية اشتركوا في القناة ابعثي لهم معرف ابعثي لهم المعرف يا حنين ارسلي المعرف حق النور واعتقد جنات بعد شكرا يا اسماء شكرا 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 الك يا اسماء مين اللي عندنا الان يحتاج نور الله يعافيك ما قصرتي والله شكرا يا اسماء ابشري يا مروة راح اعطيك ان شاء الله بطانيات بس خلينا نخلص بعض التوزيعات وبعدين انت بالاخير راح اعطيك اعذرينا بخليك بالاخير علشان بسبب التأخيرات فقط اللي ممكن تجي وياك بسبب النت ما قصرت اسماء هذا البث الثاني اللي تعطينا اه تعطينا يعني مساهمات مساهمات كبيرة ما هي سهلة اللهم امين الله يزيدها ويزيد كل مساهم ويزيد الحاضرين اللي معانا اللي موجودين يلا حسن اسامة في عندنا الان بطأ سكر بني حسن تعال انا ما شلتك بعدني انت موجود ويانا حسن اسامة حسن اسامة تعال 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 خذ السكر البني تعال حسن حسن اختفى يا جماعة اوش سويتو فيه انتو خوفتوه طيب يا ارمي ارسلي طلبك ارسلي طلبك بعد يلا الان ننتظر هدى نور نور الهدى قالت تريد من عندنا وارمي 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 وبعد مين اعذرينا يا مروة ما نقدر وش نسوي لانك بتتأخرين فمشكلة هدى وش اللي تبين يا هدى هدى عطينا وش اللي تبين بالضبط عشرين ايش تبين ارمي تبين عشرين ايش تبين عشرين زبدة طيب هدى وش اللي تبين يا هدى ما ردت علي عسل وكعكة صغيرة حاضرين وهذه الكعكة الصغيرة يلا يا هدى تعالي ابتدي شكرا لكل المساهمين يعطيهم العافية وما قصروا والله الله يعوضهم خير وفرحوا اصحابهم بالمساهمات هذه اللي فعلا يستفيدون منها بمزارح يلا يا هدى بتدي حميد اشتبي يا حميد زبدة وقشطة جبن احمر اش قالت هدى تبغي الله نسيت كعكة صغيرة وعسل وبنعطيك جبنة كمان اخذي جبنة اخذي جبنة اخذي قشطة يلا يا هدى فرصتك وهذا بعد منتج غير موجود ما يتوفر يلا يا هدى طيب ممتاز ونعطيك عليهم سكر شوي وقش طب كذا يعني بتصير خلطة حلوة خلاص يا هدى يلا تستاهلين صديقتنا هدى من زمان والله ما استلمت من عندنا جائزة علاو اش فيه لا ما في تعب مين اللي باقي قلنا حميد اش يبغي حميد ما سجلت طلبك يا حميد ما في مجال خلاص اللي بعدك بيستلم السكر ما في مشكلة جنات تريدين جبن احمر وزبد وسكر ابيض جبن احمر وزبد وسكر ابيض قشطة يلا تعالي تعالي ارمي وش قلتي تابين ارمي تابين زبدة تعالي يا ارمي يلا بس رانا اعطيكم حاضرين ممنونين والله انا اعطيكم بالعكس مين اللي ارسل طلبه ارمي ارمي انت قلتي عشرين تبغين عشرين زبدة صح عشرين زبدة تستاهلين يلا يا ارمي تعالي بسرعة العفو يا نور العفو بالعكس من زمان انت ما استلمت شي طيب يا ايا بديتي تنعسين حلص مرخوصة هي قالت لي تبغي عشرين زبدة هذه عشرين زبدة يلا اللي بعدها مين مين قلنا اللي بعده مين 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 الامير اش قال اش يبغى حميد اش تبغى يا حميد ما قلتلي تبغى زبدة وجبنة صح يلا يا حميد تعال تعالي يا حميد كيف منك يا علاوي اهم شي لو بنسلمك تستلم بسرعة ما تأخرنا لان ورانا مروة اخر شي يعني المسكينة مروة تنتظر من اول البث يعني من حقها امليلها المتجر بالكامل وخليها تاخذ راحة حميد موجود يا حميد ولا لا خليك ويانا يا آية خليك تسول فيه معانا علشان ما تنامين قبل الوقت حميد حميد موجود يا حميد والله ما ادري عن حميد يلا يلا ورانا جنات وورانا نشوف بعد مين طيب يلا يلا امير استلم خلاص هذا اخر شي يا حميد ما في شي يضبط معاك السكر البني خلاص يا حميد خلاص انت خلست باقي جنات جنات موجودة جبن احمر وزبدة بي جنات وسكر ابيض وقشطة يا الله ما نبي انت اخر اخرنا المسكينة مروى جنات ارسلت طلبك خليني اشيل اللي خلاص اسمع ما قصرت ما ادري اسمع تابين شي ولا لا ما قلت اميرة الهدوء قالت ايش تبغى جبن احمر وزبدة وسكر ابيض وقشطة طيب سكر الابيض يلا يا جنات جنات بسرعة اعلي صوتي شفيها رنا ما ادري عنها والله كان رنا اكتبت شي اه عندك طلب مساعدة للسفينة حدا يفوت يمشي لي ايا اوكي رنا انت موجودة عندي هنا حاضرين ابشري توقع رنا موجودة عندنا الا المنتجات هذه ما عندي ادخلك من المزرعة الثانية خلت اصبر جنات اصبر شوي اصبر شوي لو سمحت رنا جرب رنا 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 172 ان شاء الله فيه والله ناقص حلو حلو الجوائز حلو هذا واحد تكملوها خلاص اه لكن هذه صلطة الاطعمة البحرية ما عندي رنا اه اذا في احد عنده يروح يساعد ما قدر تكملهم للأسف كان من دواعي سروري ان نكملهم قال كانت حولي لي حنين حنين حولي لي صلطة بحرية عفو حنين حولي لي صلطة بحرية اذا عندك او اذا عندك رنا روح الها لسا باقي عندك صندوق واحد شوف حنين اذا عندها اذا عندها مزرعتك خلاص تروح تساعدك الان او تحول لي او انا اروح اساعدك عندك صلطة بحرية يا يا ارمي اذا عندك كويس خلاص اوكي حنين قامت باللازم اوكي يا حنين يعطيك العافية ما قصرتي المعذرة صديقتنا جنات رجعت لك الان انكمل معاك انت قلتي نسيج ايش نسيج 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 اه هذا طيب تفضلي المعذرة اخرتك سكر ابيض كأني شفت تابين سكر ابيض تابين قشطة انا كاتبهم جبن احمر زبدة سكر ابيض قشطة جبن احمر وزبدة وقربنا على النهاية نعطيك عسل وهذا سكر ابيض خلاص الله يعافيك رانا من باقي باقي احد بعد خلاص عشان انا اعطي اه مروة احط لها الطلبات وخلاص هي تاخذ على طول اه جيت يا حليفي جيت وجابك الله يا حليفي ما قصرت فينا المرة الماضية تفضل اش عندك جاي صراحة انا زعلان منك كثير يا حليفي للأسف اللي انت سويته كان في خطأ كبير وخربت على اصحابنا بتوزيع الجوائز كنا منتظرينك يعني انك تجي العفو يا جنات تبقى معنا في البث متى ما بغيت لكن ما راح نعطيك جوائز نهائيا لاني عملت لك حضر مين باقي سلطان طارق سلطان طارق اليوم ما في ما في مجال عندي علاوش قد مستوى مزرعتك خليني عطي مروة لان مروة مسكينة مش معقولة مروة تنتظر لا اليوم المروة وينها مروة مروة وينها مروة على انفراد براحتك كيفه هو ارتكب خطأ كبير للأسف وانا والله زعلان من عنده حيل ما راح نلغي الحضر عنك نهائيا لانك صراحة ارتكبت خطأ كبير مروة مروة موجودة ايه قبلتك يا مروة يلا خلاص راح اعرض لك وش اللي تبيني يا مروة قولي خلاص يا حنين ما تتكلمين معها بشي الا كان في بيناتكم تقدرين تكلمين خاص كلمة لكن لا تكلمين كثير ما راح نلقي الحضر عنك يلا يا مروة وش اللي تبيني احط لك يا مروة قلتي بطانيات ما ما نبي خلاص اتكلم معك انا تكلمت معك كفاية وقلت لك انك اخطأت خطأ كبير وللاسف يعني ما كان المفروض انك تخطي الخطأ هذا انت صديق لنا وبعد ما خلصت تروح تاخذ بعدين مرة ثانية حصة يعني صديق ثاني كنا نوزع لها وهذا الشي طبعا ممنوع ومخالف ويحرمك بالكامل من الهدايا نهائيا لا لا تكلمين يا حنين خلاص اعرفك هنا اذا زعلت زعلت لا لا ما يحتاج ما يحتاج خلاص يكفي الكلام اللي انا الحين قلت له يا مروى والله انك يا مروى اليوم غيرت مفاهيمنا شوفوا مروى كيف سريعة والله لأملالها المتجر بالكامل تستاهل ما دام قلتي بطانيات بعطيك بطانيات كثير حاضرين لا 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 امسك الهدوء يا حنين خلاص وصلت له الرسالة حظك حلو يا علاوي اذا خلصت مروى راح نعطيك بس لا تواصل هي تستلم الله يستر بس ما تواصل تستلم يا الله ونعطيها فستان تستاهل ما ادري ما ادري هذي فتحت معاها ولا لا ساعطيها كعكة تقشطة خلاص يا مروى شكرا لك مروى مروى اليوم ما شاء الله عليها مبدع تستحق جائزة اعطيها متجرين مسكينة والله يا مسكينة مروى خلصت ولا لا خلينا بعرض لها بلطات والله حتى ادوات اعطيها تستاهل مسكينة فيها صبر صبر ما يعني ما احد يصبر من اول البث كل مرة تجي وما نعطيها فعلا احيانا تلخبطنا سلطان خلاص يا سلطان اعطيناك المرة اللي فاتت الحمد لله اليوم مشت الامور مين باقي باقي علاوي هذا وين خلاص هي مر وخلصت لكن لا تدخل علينا بالخط لا تورطنا ندى جاية اش ندى ندى وش اللي تبين ش اللي تامرين فيه حليفي شكرا لك ما نبغي من عندك شي وشكرا لك يعطيك العافية ما نبغي من عندك حاجة ندى بغيتي شي ندى حياك يا مهدي مرحب فيك يلا قبل ما اعطي علاوي لان علاوي ايش يقول يقول يبغى كعكة القشطة وجبن احمر عندك سبعين مساحة يلا تعالي تعالي انت يعلاوي بعدها يلا ابتدي ابتدي استلمي استلمي هذه استلمي البلطة يا ندى استلميها يلا يلا يا ندى اه ايا بغيتي شي ولا لسه خلاص ما شاء الله اليوم البث طولنا اليوم والله ما ادري اربع ساعات ونص تقريبا جايلكم اليوم ما راح امشي الا وزع جوائز بالهبل حاضر يا علاوي حاضر ابشر من عيوني راح اعطيك ابشر ايو والله الحمد لله ان الجميع اخذوا وانا فرحان ومسرور لهذا الشي يلا يا ندا حبيب يتوكل على الله يا حليف يتوكل على الله لا احضرك حتى من المحادثات صدقني بحضرك بحضرك لانك ارتكبت خطأ والان جاي تتحيل علي يلا شيري شيري حنين عطي حضر بالكامل ما نبغى يجينا اه يا مروة يا مروة ما لك حظ ونصيب يا ندا خلاص مروة موجودة وتفكر ان العرض لها يلا نوم العوافي نامي والله طلب طلب حلو يعني من عنده ألغي الحضر عني ليش ألغي الحضر عنك وأنت حرامي ألغي الحضر عنك ليه تتحايل إحنا يا الله فتكينا منك ذاك اليوم قفلنا ومشينا وأنت عارف أن طولنا ما نعرض مليت وزهكت وطفشت والآن اليوم جاي تدور على تدور على شي خلاص حضرناك وأنت عارف أني حاضرك خلاص خلاص مروة خلاص ندى بعدين أنا أعطيك ندى ندى خلاص أخذتها مروة مروة ما أنا عارف والله بعد مخة هذه بعد مشكلة خليك يا ندى أنا حاضر أعطيك أعطيك وقت ثاني يبشر يا ندى بس أنت رسلي لي ومنع عيوني الثنتين أعطيك طيب متابعن الكرام اليوم نحن طولنا معاكم في البث ما شاء الله و Saidنا بلقائكمaow طيب متابعن الكرام اليوم عشني طولنا معاكم في البث ما شاء الله و سعدنا بلقائكم وكان بث حلو جميل ومن عندكم يعني ما شاء الله تعاون واسعدت هنا بسوذ with you veganونهMay fare very much for it fan in peace today and البث طولنا معاكم اتوقع ممكن اربع ساعات ونص اخذناها وياكم كأنها نص ساعة شكرا لكم حضوركم البلدة شفيها شفيها البلدة عندنا طائر طبعا بالنزلة بخليه يوم ثاني حس اني تعبان والله بلدة فيها عندنا مهمة ايوة جاهزين يلا يا شباب خلاص خلصناهم المهمة وخلصناها يا حنين خلاص تسجلت وانتهت اوكي يلا باقي اللي يكملون بعدين اه وين يا رنا مزرعة جريغ اوكي خلاص خلصنا المهمة في مهمات ثانية يمكن بالمهرجاء نتوقع والله اوكي موجودات اه هذه اوكي هذه عمل لها اختيار نعمل مطالبة اوكي حلو مشت طيب وبعد شو عندنا اه في مهمة هنا لكن ما راح اخذها شكرا يا رانا شكرا والله وانا ما امل ما امل من وجودكم اه الاصحاب والاصدقاء اللي موجودين عندنا اه هم هم الكنز بالنسبة لي انا والله ما يهمني ارباح يوتيوب او غيرها وكذا لا بالله اللي يهمني وجود الاصدقاء والاصحاب اللي موجودين معانا نقضي وقت يفوت الوقت معانا وحنا اه نطلع فرحارين طيب ايش باقي عندي اه هذا ما خلصت الحساء الفطر المثلجات الفنيلا اتوقع جاهز لا والله ما جاهز يتأخر هذه والله اومليت بالجبن ظهر اني ما طلبته بعد خلوني اشوف اومليت بالجبن اه في عندنا هذا المخللات جاهز حلو ممتاز متى يطلع هذا اذا يجيب فيه للعيد يا الله يخلص اوكي مطالبة اه عندنا اومليت بالجبن اتوقع لا ما عملت بعدني لازم اطلبه اه 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 نعم والله اليوم منورة معانا رنى ولها حق علينا كبير مثلجات ما فيه ما فيه مثلجات ما فيه الا واحد مخللات اوكي ايش هذا تي جيم يدعم البنات بس يعني شنو ما فهمت شت سالفة ايش هذا حنين شوفي هذا تيم جيم ما فهمنا ش قصته هذا هوينك انت يا حنين طيب ايش باقي ايش باقي البصل بصل بالشوايا اه الشوايا ما فيها شي نجهز البصل المربة اه لسه المربة اوه مطول تقريبا ما شاء الله يعني اليوم اخذنا وياكم وقت حلو جميل وما ودنا نطول عليكم متابعين الكرام ان شاء الله شوفكم وقت اخر ببث اخر اه نشارك معاكم الكثير من الاشياء الحلوة والجميلة في مزرعتنا ومزرعة هاي دي او كذلك حتى مزارعكم اليوم ما زرنا اه اي مزرعة مزارعكم ولا شوفنا الانجازات اللي عندكم او اذا فيه اشياء حلوة وجميلة بصراحة ما ادي اخذنا الوقت سرعة سرعة نقول ان شاء الله دائما معاكم اه على الخير باذن الله زايدين غير ناقصين اه ما ادري باقي عندكم شيء ولا خلاص كان رديت علي او معتز العفو يا آية وشكرا لكم جميعا لحضوركم شوفكم إن شاء الله بإذن الله على خير وتصبحون على خير على أمل إن شاء الله نشوفكم في بث آخر